اشتركوا في القناة وفي نهاية الوركشوب هنبدأ بقى في الجزء بتاع boost production هنبدأ نحول المشهد الصباحي بنفس الشكل الآتي ده كده نبدأ نحن نضيف له كامل التفاصيل بتاعت boost production او editing بنفس الشكل الآتي ده وفي نفس الوقت على المشهد المسائي نبدأ نحن نضيف له التفاصيل الآتي ده بحيث ان هو يبدأ ان هو ايه يضيف لنا الشكل بنفس النمط الآتي ده كده سواء اليكس بوجر او الاضاءات نفسها وفي نفس الوقت لآ الخامات المختلفة طيب دعما زي ما قبل اول ما بنبدأ بنبدأ ان احنا نعمل interactive render وهبدأ ان انا اجي على ال ال category ال setting العادية هبدأ ان انا احط render output على الف لو انت الجهاز بتاعك مستحملش ال setting دي حاول انت تنزله لاخمسمية سنبدأ الـ Interactive Render بنفس الشكل الآتي سنتظر أنه يبني الأجزاء أول شيء سنبدأ أن نعمل عليها يكون هو المشهد الصباحي سنبدأ أن نضبط كل الـ Setting على أساسه وبعد ذلك نعمل ونضيف الملامس وبعد ذلك بعد أن نخلص المشهد بشكل كامل نبدأ أن ننقل على المشهد المسائي الموجود معنا سنبدأ أن نعمل Material Override بنفس الشكل الآتي سنبدأ أي شيء في المشهد تبدأ أن نتحقل أنا عندي هنا زي ما نرى Models من Scene Exporter يعني هذه الأشياء جاية من Scene Exporter فزي ما نرى هتأتي بالملمس لا يوجد أي تغيير أو هنحتاج أن نضع لها ملامس لأنه الـ Block نازل مع التكستر هذا الكلام طبعا لـ Rhino أو SketchUp ستبدأ أن تأخذ أي موديل من أي برنامج يدعم V-Ray سواء 3ds Max أو غيره من A من البرامج تقدر أنه ستتحول بلوكات ما بينهم وما بين A بعضهم من حجز Machine Exporter وهذه ستلاحون موجودة معنا في الـ Sessions الأولية بتاعة A الكورس أنا هبدأ بنفس الشكل الآتي تاكده نحن نحن نبدأ أن نزبط A الإضاءة في ملمس وحيد نحن نحتاج أن نضيفه والمشهد ده هو الإزاز بنفس النمط الآتي ده كده فأنا هبدأ أن أنا أنزل لـ Glass أو نجي نبص هنا هنلاقي أصلاً Glass جاهز أهو Glass Window Natural هحدد الزجاج وهعمل عليه كلك يمين Apply to A to Selection طيب زي ما نشايفين احنا عاملين Material Override فالكلام ده مش هيتطبق فأنا عشان نطبقه هاجي R زيادة هنا وهشيل Can be Overridden عشان أقدر أن أنا أشوف الحاجات اللي موجودة جوه البيت بنفس الشكل الآتي ده كده اهو في جزء ثاني من الزجاج طيب هو لسه بي عندي جزئين بتوع الباب اهو بنفس الشكل الآتي ده كده وهعمل كليك يمين برضه Apply to Selection فأنا كده شايف كل الـ A الأجزاء اللي موجودة جوه الـ A البيت طيب هنبدأ بقى نظبط أنا عندي Two Doms Light الدوم الأول لـ Exterior Day Light زي ما نشايفين تعالوا كده نشوف الاسم بتاعه عشان اللي هحتاج أن هو يستخدمها اللي هي الـ Retreat to Park نقدر نحن نستخدمها او نحملها من HTRI Heavens هي HTRI مجانية وفي نفس الوقت برضه للمشهد المسائي اللي هو Brailler Drive موجودة على HTRI A Heaven أنا هبدأ بالـ Doms Light بنفس الشكل الآتي ده هبدأ ان انا افعالها زي ما نشايفين فيه حدة كبيرة جدا بقت موجودة فأنا هبدأ ان انا مثلا نرفع هنا لـ 2 حيثنا نبدأ نفتح المشهد الثاني نبدأ نحن نرفع مثلا لـ 4 Value 4 أنا شايف ان Value 4 عاملة اتزان مناسل قبل اي حاجة فيه Presets هنا بتبقى موجودة اللي هي الـ Correction Panel فأنا مجاهز To Presets نفس الشكل الآتي ده كده لضوء النهار واحدة لضوء النهار واحدة للمشهد المسائية وغالبا دايما ما استخدم لو عايزين برضه تشوفوا الـ Values بتاعتها عشان تستخدموها في Color Balance زي ما شايفين دي الارقام بتاعتها الـ White Balance هذا الرقم تقدرون انت تكوبي الكلام عشان تقدروا تطبقه عليه أنا اضطت الـ Basets دايما باستخدمها واحدة للنهار واحدة للمشهد المسائي الـ Exposure هايما انت شايفين هذه الـ Values بتاعتها لو انتو عايزين تنسخوا الكلام ده كله طيب المشهد ديسه فيه تقل جديد وده غالبا جاي من الـ Rhino Document Sun او الـ Sun الأساسي فزي ما شايفين بعدما تشالت الحدة بتاعت اللون الأصفر اختفت من الـ A مشهد لكن زي ما شايفين هي برضه بتضيف حاجة واقعية شوية للضوء بتاع الـ A الشمس فانا ممكن اجي هنا ابدأ ان اقلل الـ Values دي بحيث ان انا مش عايزة تكون مؤثرها بقوة جديدة فانا ممكن انقل الـ Values دي الـ 0.1 بحيث انها تكون مدية دوب لسعة اضاءة بسيطة كده على المشهد ده ممكن نضيفه ممكن احنا ايه نطفيه بنفس الشكل الآتي كده لكن لو جينا مثلا عملنا في المشهد زون بنفس الشكل الآتي ده كده اهو هنلاقي ان هي تأثيرها ايه خفيف جدا 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 على الايه اهو زي ما شايفين كده يعني تأثير خفيف جدا ممكن انتو زوده ممكن انتو تقللوه حسب طبيعة الايه المشهد اللي انتو هتكونوا ايه شغالين عليه طيب يبقى انا كده حددت الـ Value الاساسية بتاعت الجزء ده بنفس الشكل للـ Dome Light نبدأ ان احنا بقى نزبط الـ Setting الاساسية بتاعت الاضاءات التانية اللي احنا ممكن احنا ايه نستخدمها طيب فانا هاجي عند الاضاءات هلقي عندي حاجة اسمها Hang Lamp بتعالو كده نفعلها Hang Lamp هي دي الاجزاء اللي هي بنفس النمط الآتي ده كده فانا لو جيت عند Hang Lamp بس عشان نشوف هي انهي واحدة فيهم بنفس النمط الآتي ده كده انا كده فعلت Hang Lamp بحيث ان احنا نشوف شكلها طيب طبعا الـ Value دي كبيرة جدا انا عايز برضه تكون فيه اضاءة داخلية عشان عقدر اشوف الكلام ده سواء بالليل او بالنهار تعالوا كده ننزل ليه خمسين برضه انا عندي هنا exposure او light burn متكونة انا مش عايز الكلام ده كله انا بس عايزها تكون يعني موضحها للشكل فانا هاجي بنفس النمط ده واخليه ان هو ايه على نمط عشرين طيب Rectangular Back ده هيكون موجود في المنطقة دي ايوه زي ما نشايفينه هنا اهو ده ضوء خفيف جدا فانا ممكن مثلا ننقل الـ Value بتاعته مثلا تعالوا كده نجرب على خمسة ماشي خمسة هكون مناسبة برضه ممكن ننقل مثلا لحاجة strength أخوى عشرة حيث انها تكون برضه مدية exposure كويس او اضاء كويسة طيب هلاقي عندي الـ Table Light الـ Table Light تعالوا كده نشوف الـ Table Light احنا طبعا نحتاجين نفعل الـ Sun اهو بنفس الشكل حيث احنا كده نكون شايفين كل الاجزاء بتاعت الـ A الانتيريو الـ Table Light اهو بنفس النمط الآتي ده كده طيب لو انتم ملاحظين هنا الـ Value اهيه الـ Value بتاعته الضوء نقدر احنا برضه ننسخ الارقام دي دي غالبا دايما نستخدمها في المشاهد الـ A الليلية طيب لو انا عايز نسخها بغضت كليك يمين كوبي عشان لو انا جيت مثلا على مشهد ليلي زي ده بس تعالوا الاول نديله الـ Value بتاعته بحيث ان احنا نشوف امتى تبقى رياليستيك وامتى تبقى ايه الـ Un-Realistic الـ Table ممكن نخليها مثلا 50 هي عاملة اضاءة محورية في نفس النمط هنا لا انا شايف ان اضاءة ضعيفة فانا ممكن ارفع دي لمية مية ممكن تكون مناسبة للمشهد المسائي فانا اخليها على خمسين طيب انا هنعمل دلوقتي ريكتانجل لايت اهو برسم ريكتانجل لايت الـ Value دي متغيرة بشكل جديد فزي ما انا شايفين اهو هتلاقوا ان هو ايه يعني الاضاءة شديدة اوي او جاية في values مختلفة فانت عندك اكتر من Value المفروض ان انت تبدأ ان انت تجرب بحيث توصل للحاجة اللي انت تكون ايه مقتنع بيها الكلام ده كله في وضع ده كله احنا في الـ Interactive Render لسه ما شوفناش النتائج الاساسية للرندل بس احنا بقدر الامكان بنقعد ان احنا نجرب عشان نوصل للـ Values اللي احنا ايه عايزينها فالموضوع كله بيكون ان انت بتبني المشهد بشكل كامل على الـ Values وعلى توزيع الاضاءات اللي انت ايه حطيته في المشهد اللي انت هتكون ايه شغال عليه طيب انا عندي هنا Two Spot Lights خارجية مش هنبدأ ان احنا نستخدمها عندي أيضا الـ Yard Light ده مسائي Out Door مسائي Out Night برضو مسائي Mesh Light Pool ده برضو موجود هنا أحنا الفريم بتاع البول اللي موجود فاحنا مش نستخدمها The Second Floor Sphere دي بتبدي اضاءة في المنطقة اللي هي هنا دي كده زي تعزيز بس للـ A للاضاءة اللي موجود زي ما انت شايفين تأثيرها خفيف جدا مش هتبين قوي ألا في الـ A في الاضاءة الـ A المسائي طيب انا دلوقتي بقى محتاج ان انا ااجي هنا وافك الـ Material Override عشان ابدأ ان انا اضيف الـ A التكسر احنا كده بنينا قدر بجزء ما يكد يكون مناسب للاضاءات او الاجزاء اللي احنا نشتغل عليها هنقدر نحن نبني بقى على الاجزاء دي كلها الـ A الـ Textures بتاعتنا بتاعت الـ A المشهد اللي احنا احنا شغالين عليه ممكن برضو في نفس النمط ان احنا نفعل الاضاءات الخارجية اللي هي موجودة هنا دي اللي هي الـ Spotlights اللي هي تعالوا كده نشوف الـ Sphere الـ Sphere أو الدو طبعا هي الـ Value بتاعتها هنا بصغيرة تعالوا كده نحط مثلا عشرة ماشي عشرة ممكن تكون مناسبة اهو دوب بس حاجة بسيطة هي كده كده مش هتدي الكم الكبير ده من الاضاءة طيب فزي ما نشايفين احنا كده فعلنا الايه او شلنا الـ Interactive او المثيرة الـ Override احنا لسه في الايه في الـ Interactive طيب انا دلوقتي بقى في صورة موجودة في الـ Background تعالوا كده نشوف الصورة دي بشكل محوري عاملة ازاي الصورة دي في الـ Plan اهو تعالوا كده نزغط موجودة في الاجزاء دي من اين من هنا من وراء يعني انا عندي هنا في المنطقة دي من وراء اهو انا هقفلكوا عليها بحيث ان انتو تكونوا شايفينها ده الـ Arc انا جاي بـ Arc بسيط بحيث انها تكون ايه متوزعة اهو على نفس الشكل الايه الاتي طيب هنبدأ نحنا نكبر ده نفس النمط لو انا مثلا هضيف background مش عايز بقى ان انا اضيف الكلام ده كله بالفوتشوب عايز اضيف المشهد نفسه بشكل ايه مباشر طيب تعالوا بقى نمسك الجزء بقى جزء جزء نبدأ ان احنا ايه نشتغل عليه طيب انا هبدأ ان انا اخد المبنى بنفس الشكل الايه ده كده هعمله selection اهو المبنى فيه frame منه اضافي وهبدأ ان انا ادور بقى في الـ textures الموجودة فانا عايز ادور فيه الـ stones انا غالبا هستخدم الـ stone e 150 apply to selection نفس الشكل الايه ده كده اهو انا عايز اعمل zoom in فيعني زي ما انت شايفين اهو عايز برضه اتأكد من الـ scale بتاعي اللي انا مستخدمه فيه فانا لو جيت هنا او جيت على الـ texture حاليا ان انا ادي له scale 200 عايز اللي وراء برضه ادي له scale 200 بحيث انه ما يبوز ليش اي اي حاجة اللي هو الداخلي المنطقة اللي وراء لانه لو خدتوا بالكوا الكتلة موجودة من كتلتين فانا الـ scale اول مزبوط اه الـ scale الثاني كما انت شايفين عليه 400 فلا احنا ضروري برضه جدا ان احنا كن متزبط الـ scale دايما اول باول في الـ textures ده الـ scale اللي هو بتاع الـ الحطة الداخلية اللي من وراء هنا ده ده في نفس النمط نحن ضروري جدا ان احنا كن عارفين الاجزاء دي وايه وشغلين ايه عليها طيب انا برضه ممكن ادي له القاعدة نفسها اللي هي المنطقة دي هنا من دي كده ممكن اديها stone لو انا هياخد شط من فوق يعني شط داخلي بقى من فوق ممكن انا ادي ويش اللي هو الوش اللي من تحت ده هنا stone اللي هو يبين لي ان الحيطة حجر لكن الارضية من فوق ممكن ان انا اديها ايه باركيل لكن انا في حالة دي من انا مش هياخد شطات اه داخلية خالص كل الشطات بتاعتي اكستيريور فانا اخلي الحيطة بنفس النمط الايتي ده كده يبقى احنا زي ما احنا شايفين كده ده الاجزاء اللي احنا ايه عملناه طيب انا عندي بقى المتل هنا او الحاجات اللي مسكى الازاز نفس النمط دي دي ممكن احنا نديها متل او ممكن احنا نديها تعالوا كده نشوف الكار بنت مثلا السيمبل بلاك غالي ما برده بينفع لو انا مش عايز يعني لساعات شديدة اوه زي اللي بتكون موجودة من المتل انه بيدي ريفليكشن عادي اوه بيبواز الدنيا خالص بيعمل هايلايت بيرن كتير اوه بتدي شكله مش لطيف في الرندر وبتحتاج مننا شغل كتير جدا في البست شايفين لسه في الباب البابين اوه بنفس النمط فانا هاجي عندي هنا وهاجي على كاربينت برضو بنفس النمط اديها لايه التكستر بتاعتي زي من شايفين الوجهة منفصلة عن الجزء الخليج انا عندي بقى سلم وعندي وراء السلم ده حيطة اللي هي الحيطة اللي موجودة دي بنفس الشكل قديد الحيطة دي غالبا لانها طبعا شغلينها زي المدير فاحنا هنخليها روك اهو اللي هي طوب طيب وابدا ان انا ادي apply to a selection نفس الشكل الاتي ده كده اهو طيب انا وانا بوصص شايف ان ال scale يعني ممكن يكون صغير فانا محتاج ان انا اقف على الكتلة دي اهو وابدا ان انا اشوف هي واخدة scale مزبوط ولا لا تعالوا كده نرجع هي واخدة scale 300 تعالوا نقرب اكتر كده اهو بنفس الشكل الاتي بحيث ان احنا نكون شايفين لا ممكن نخليها مثلا 350 نكبر كده 350 اه 350 ممكن تكون يعني scale مناسب للحجم زي ما احنا شايفين كده وممكن برضو نكبر اكتر بس احنا هنوقف على ايه 350 عندي برضو السلالم السلالم دي غالبا هتكون تم ملمس ود وثالي يcycles ووجد وفي نفس الوقت ي影جس وفي نفس الوقت سيكون من انواع حاجات الي هي مثل البلاي وود او مثلا الفينير يعني ممكن الشيء الثلاثي هناك ممكن ش permakinية يعني هم و هذاا قال لغامق اللاخير ممكن نخضر منه الألوان المعمرة بسيطة من المفنير الألوان المحمرة يمكنك土 اخضر بم�اعها فاعدا ge برضو ممكن ناخد المحمر نفس الشكل آتي برضو مدي درجات ايه غمقة تعالوا كده نشوف البلانكس هاي الكلام ده برضو ممكن يكون ايه مناسب لما الإضاءة بتاعت المشهد تبدأ نيت ايه يعني تبان اكتر طيب أنا بعد الوقتي عندي الوجهة الاساسية هنبدأ نحنا ايه نشتغل عليها طيب اول جزء هنا ده هنحتاج ان احنا برضو هنلود ماتيريال ماتيريال ده اهو اللي هي الوت هتلاقونا بنستخدمنا الماتيريال ده في ورشتين او ثلاثة ورش قبل كده في الكورس أبلايتو سيلكشن تعالوا نبص عليها زي ما نشايفين بتقسم تقسيمها يعني مفيدة جدا نفسها تكون مريحة جدا في العمل طيب وهبدأ ان انا اجي هنا على سيلكشن برضو هعمل لود لي الووتر بول او البول ووتر أبلايتو سيلكشن بحيث انه يديني بقى التمويجة بتاعت الايه تمويجة بتاعت الموية يعني هي برضو الماتيريال بتاعت في راي بس احنا معدلين عليها شوية اجزاء بحيث في النايز بحيث انها تديني تكسيدة محددة بنفس الشكل الآتي وهنلاحظ الفرق ما بين ان احنا نستخدمين دي عشان تديني تكسيدة دي وفي نفس الوقت نستخدم الماتيريا الاسية بتاعت الفيراي نفسه او الموجودة في الليبيرير بتاعت الفيراي في ان احنا نشكل بها ايه اجزاء تاني المشهد انا شايف ان المشهد يعني معتم شوية فانا هاجي عند الكاميرا الاكسبوجر عندي مزبوط على عشرة فانا هخلي الاكسبوجر بتاعي على تسعة ونص بحيث ان هو يفتح لي المشهد شوية اهو طبعا ده هيكون بيختلف من من جزء الايه لجزء فزي ما انشايفين طبعا انت لو جينا كل ما كل ما قللنا زي ما انشايفين ده اللي بيحصل ما بين ان انت لو عليت الفاليوز بتاعتك هتلاقي ان المشهد دي بقى ايه اعلى فهي الفاليو الاساسية كانت عشرة احنا هننزلها لتسعة ونص ممكن برضو بعض الاحيان تعالو كده نجرب نشوف مثلا لو نزلناها على تسعة اما حاجة ما يكونش فيه يعني ايه هايلايت بيرن كتيرة او لا تسعة اعتقد ممكن تكون مبينة بشكل اكتر الايه التفاصيل بتاعت الايه المشهد فاحنا ممكن نسبة على الاكسبوجر بتاع تسعة للمشهد كامل هذا كله زي ما نشايفين احنا بنحط مختلفة مبين الضوء بتاع النهار وما بين الضوء الايه المسائي طيب هنبدأ ان احنا نحدد اهو انا عندي بقى في البول نفسه من تحت هنا ده بورسلين ده اللي هيدي الرفليكشن في البول لايت زي المشهد المسائي ده بقى هيبان جدا ان هو اللايت اللي كان هيبقى موجود ابيض بس بالبورسلين اللي موجود هيخلي لونه ايه اهو البورسلين ابلايت سليكشن ده هيبقى من تحت ده هيبقى في المشهد الايه المسائي او زي ما نشايفين اهو مثلا هنا مد ريفليكشن اخضر خفيف جدا ده هيبقى يعني هيكون واضح جدا جدا في الايه في المشهد المسائي وطبعا نحاول ان انا سيبلكوا النتائج النهائية برضو في فايل بحيث ان انتو تقدروا ان انتو تشتغلوا عليها يعني الفايل رزالس بحيث ان انتو تعملوها بوست بروداكشن مختلف بطبع اكتر من ايه من طريقة فزي ما نشايفين ده كده المشهد الصباحي بالتفاصيل بتاعته اللي احنا كنا شغالين عليها بقى الاجزاء اللي احنا نشتغل عليها طبعا هتكون من خلال الايه البوست بروداكشن اللي احنا هنعمله اثناء الوركفلو بتاعنا على الايه على الفوتش طيب احنا باعزين نحول المشهد ده لمشهد ايه مسائي طيب احنا حطينا التكسر وعملنا المشهد الايه النسخة الصباحية طبعا احنا هنرندر وهنظبط الستنج بتاعت الفاينل رندر بتاعتنا على كام هنا ممكن نظبطها على الفين او الفين ونص بحيث انه يدينا رزيليوشن عالية جدا طيب انا هبدأ ان انا اجي دلوقتي وهبدأ ان انا اطفي الدوم لايت والسن نفس الشكل الاتي ده كده اهو زي ما نشايفين ده بعد ما اطفينا طيب لسه المشهد مضيء ده طبعا بسبب الايه الانفيرومنت طيب انا عايز بقى المشهد يبقى مسائي فانا هفعل بقى الدوم لايت اللي هي الايه المسائية وزي ما قلنا لكم الاسم بتاعها هتسيب الباليو بتاعت الانتنستي بتاعتها على ايه على واحد فزي ما نشايفين اهو بس انا عندي بقى الباججراوند دي هبدأ ان انا اخفيها انا مجاهز باججراوند على طول موجودة هتكون بنفس النمط الاتي ده كده للجزء الايه المسائي طيب هارجع بقى الاكسبوجر المشهد ده كده مضيء زيادة على اللزوم انا عايز بقى الفاليو هنا تبقى عشرة ونص او حداشر عشان تديني ايه وبنفس النمط الاتي ده كده حسينا بقى ان المشهد بقى ايه بقى مسائي طيب بعد بقى ما المشهد بقى مسائي ده بقى جزء مهم جدا ان احنا نبدأ ان احنا ايه اه نركز بقى على الاضاءات عشان تكون واقعية بقدر الايه الامكان فانا هبدأ ان انا احدد دلوقتي على الاضاءات الداخلية الاول ونبدأ ان احنا نفعل كل الايه الاجزاء طيب انا هطفي اول حاجة كل الاضاءات برضه عشان انتو شو تبقوا شايفين كل الحاجات والتأثير ايه بتاح فزي ما انشايفين اهو ده كده الايه ده هنا زي ما قلنا ده الاضاءة الايه المسائي طيب انا هبدأ اول حاجة بالسفيرس الخارجية اللي هي الاوتدور سفير اهي اوتدور سفيرس دي هنبدأ نرفع الـ values بقى بتاعتها لثلاثين مثلا تعالوا نجرب خمسين مثلا اه زي ما انشايفين عملت اهو تكسيدة ايه اضاءة وعملت رفليكشن اهو ليها على الايه على الازاز فاحنا ممكن نسيبها على ايه خمسين فخلاص احنا كده عارفنا ان احنا بدلنا الـ value بتاعتها من عشرة لايه لخمسين الـ table light بقى اللي هي الاضاءة اللي كانت موجودة هنا اه الاضاءة هنا موجودة على خمسين تعالوا كده نرفع الاضاءة دي المية اه عملت زي ما انشايفين كده اضاءة اقوى ممكن نرفع دي مثلا على مية وخمسين برضه اضيتنا اضاءة افضل فانا ممكن نقف على مية وخمسين طيب هاخد من هنا كوبي عشان لو اي حاجة بازط من الالوان طيب بعض الاحيان بنلاقي مثلا لحد مثلا اعمل اضاءة مثلا على اجزاء مثلا ايه بنفس الشكل ايتي ده كده فزي ما انشايفين الـ value دي بايده جدا وزي ما انشايفين مدي النتيجة مش وقائية الاضاءة ايه مسائية فاحنا ضروري جدا احنا ناخد من الـ values اللي موجودة ايه هنا او الـ values الخفيفة عشان تقلق يمين باست عشان يبدأ ان هو يرجع لنا اضاءة نقدر نحنا ان ايه نعمل بها والكلام ده انت ممكن تبدأ ان انت تعمل مشهد بسيط جدا تخليه معتم خالص وتحط سفير لايت وتبدأ ان انت ايه تجرب يعني مثلا جورسي وسفير لايت وتبدأ ان انت تجرب ما بين الاضاءة اشان تقدر ان انت تشوف انهي اكتر حاجة هتوصلك لايه لافضل نتيجة مرضية انت هتكون ايه شغال عليه طيب اه هبدأ ان انا اجي سفير اوت دور عندي حاجة اسمها اه الاوت نايت ده في الدور التاني جاي من الشبابيك الاوت نايت اهو هي موجودة وراء سفير موجودة وراء انا هبدأ ان انا اجي هدي للاوت نايت value 100 اه زي ما نشايفين اهو جاي هنا كده مدية اللي هو الايه الجزء كأنه ضوء الفجر او ضوء الايه المسائي طيب عندي الريكتانجل باك اهو تعالوا كده نايته ده كموجود برده لمشهد صباحي فكده على عشرة ممكن برده نرفع ال value على 15 زي ما نشايفين مدى اضاءة اقوى الهانج لام بقى ده موقة مهمة جدا ان احنا نكون ايه شغالين او نبدأ ان احنا ايه نشغل الهانج لام طيب تعالوا كده بعد ما شغلنا الهانج لام باهو طيب احنا ممكن نرفع الهانج لام لتلاتين تعالوا كده نشوف ال value بتاعتها في تلاتين اهو فزي ما انت شايفين اهو بدأت ان هي تبرز لنا كل الايه الاجزاء دي كلها اهو بس الازاز بقى مدي reflection عالي فانا ممكن بقى ان انا اجي هنا بقى على الزجاج ده واعمل load واختار زجاج من نوع تاني اللي هو ال night class اهو وهعمل apply to selection بنفس الشكل الاتي ده كده ده هيخليلي المشهد ايه زي ما انت شايفين كده هيبقى معتم اكتر فانا ممكن ان انا استخدمه ممكن احنا نلاحظ بقى كده ان انا عندي بين الجزء ده وبين الجزء التاني في اجزاء ايه وهم كتير موجودة في الايه في المشهد وفي نفس الوقت لو جينا بالصينا هنا هنلاقي ان ال value دي darker اكتر من الايه من ال value دي فدي هتخلينا ان انت تقدر ان انت تقامل ايه تكسيب او ان انت تقدر ان تستخدم عادي اللي هو الايه الجلاس العادي تقدر ان انت تايه تسيبه حيث نوي برز لك الايه الفرق بتاع الايه الاضاءة لكن ال night طبعا بفضل ان انه يستخدم عشان تقدر ان انت تبرز ايه اه حاجات كتير او تخلي الاضاءة كل ما كانت صريحة والازاز باين ان هو اسود طبعا باين ان هو اسود عشان بالليل الاضاءة فما فيش اضاءة موجودة ايه اه عليه فاحنا ممكن نستخدمنا وممكن احنا ايه اه نستخدمنا طيب تعالوا نرجع للاضاءات تاني اه انا عندي الميش لايت بول لا برضو مش هنستخدمه دلوقتي تعالوا بقى ناخد ال yard بول ده هتكون بقى ايه هتكون كور خارجية طيب تعالوا كده نجرب بقى في ال yard بول ده مثلا تكون الحاجات خمسين في زي ما انت شايفين اهو فيه اضاءات هنا في الجنب في البول او في ال yard نفسها في نفس الوقت هنا تعالوا نرفع ده مثلا لمية بدأ ان هنا يكون فيه اه يعني اضاءة اكتر زي ما انت شايفين ادي الرفليكشن بتاعها اهو على على الظهر بتاع الكورسي تعالوا كده برضو نرسم هنا نشوف كده بقت واضحة اكتر طيب عندنا الميش لايت بتاع البول هبدأ ان انا افعاله اهو وتعالوا نرفع الفاليو مثلا عشرة اه طيب اللون ده بقى ظاهر ليه عشان زي ما قلنا قدام البورسلين تعالوا نرفع الفاليو لتلاتين عشان يبقى فيه رفليكشن يعني عالي اكتر على المشهد الموجود طيب فزي ما احنا شايفين دلوقتي المشهد بقى ايه بقى فيه معظم الاضاءات واضحة بنفس الشكل ايتي ده كده بس احنا هنحتاج بقى ان احنا ايه نزود بقى الايه الاضاءات اكتر او نزود الدرجة بتاعت الاضاءات لحد ما نحس ان احنا ايه رحين طيب انا عندي سفير ضيفين وهنا للمشهد بحيس انه يدي اضاءة ايه مجسدة للمشهد كامل فانا هاجي عند الساكند فلور سفير وممكن ارفع ده لتلاتين عشان يدي اضاءة في المنطقة دي كده تعالوا نرفع مثلا لخمسين هنرسم هنا ريكتانجل لايت تعالوا كده نشوف النتيجة اللي ظهر عندي في المنطقة دي كده اهو ان شايف ان ده هيبقى افضل بحيس ان هو بارزلي التفاصيل وفي نفس الوقت الشكل بتاعي اه واضح اكتر طيب هبدأ بقى ان انا اجي هنا بقى على السيتنج السيتنج دي بتاعت النهار فانا هيجي هنا هعمل لود وهبدأ ان انا اجي على الديسكتوب وهاخد السيتنج بقى بتاعت الايه النايت وهو زي ما نشايفين كده عمل لها ايه بتاع متأكد كده ان احنا عملنا لود تاني دسكتوب النايت اهو هي تعديلات بسيطة جدا هنكون ايه او امنا بيها في الشغل طبعا نتائج بتاعت الشوت الاصباحية هتلاقوا النتيجة بتاعتها زي ما شفنا ان احنا اعرضناها في اول الايه الفيديو طيب البول المسائي ده احنا مش محتاجين ان المياه تكون بنفس الشكل ايتي ده فتعالوا كده بقى نشوف احنا هنعمل ايه هبدأ ان انا اجي هنا على اه 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 وايجي مسلا على الووتر هعمل ابلايتو سيليكشن بنفس الشكل ايتي ده كده اه هنا زي ما نشايفين دي دي الماثيريا الاستيبقى بتاعت ايه في راي فانا هبدأ ان انا اختار مسلا الويف ايه اه هوت تعالوا كده نفس الشكل ايتي ده كده بحيث ان انت عايز حاجة تكون بقدر الامكان ايه مجسدة او ما فيهاش ايه نويز كتير تعالوا كده نعمل ابلايتو سيليكشن اه لا احنا احنا عايزين ويف اللي هو البروس وان اخر نسخة ممكن ان انت تبدأ ان انت يعني تعدل عليها مسلا نطفي البامب فزي ما نشايفين كده اهو البامب دي اللي هي الايه التدريجات او التعرجات بتاعت السيرفس بتاعت الايه الماء او مش نطفيها او ممكن احنا نقللها لشوية عشان احنا وانحنا بنعمل بوست بروداكشن يكون عندنا اه اه قدر من الايه من الحاجة اللي احنا شغلينا عليها فانا هاجي عند الاماونت مسلا ممكن نخليل زيرو بوينت خمسة تعالوا كده نشوف انا عايز تأثير اقل للايه للتدريجات بتاعت الايه الامواج دي عشان وانا بعمل بوست بروداكشن ابدأ ان انا نقدي ريفليكشن لللايت بتاع اه اه بتاع الميش او الاطار بتاع الاضاء اللي حوالين الايه بالشكل فانا هبدأ بنفس اللمط الايه كده اهو اداني تدريجات بسيطة ممكن برضه انزل ده يعني انت لما التدريجات كده زيرو بوينت اثنين اعتقد هيكون كافي امدي يعني تدريج بسيط خليها زيرو بوينت ايه تلاتة زي ما انشافين انت بتحكم برضه في الاماونت لو انت عايزها قوية جدا او التدريجات دي قوية جدا بتقدر ان انت ايه تخليها من خلال الايه البامب او في ملامس تانية بتكون من خلال الايه اه الديس بليسمينت ايه ماب طيب هنبدأ ان احنا نيجي كده طيب احنا عايزين نشوف الميش لايت نتاكد ان البرسلين متطبق عشان ما يكونش تطبق بس مصدر بوتر على الاجزاء الاساسية اللي تحت دي فانا هدى ان انا ايجي عند البرسلين اهو ابل ايه تسليكشن بنفس الشكل القاتي وهاجي عند وهاجي عند اللايت بول اهو ممكن نخلي ده سمية تلاتين طيب هبدأ ان انا ااجي هنا هوقف الرندر وهشغله تاني طيب فزي ما انت شايفين اهو هيكون ده الجزء بتاع الايه بعد ما قعدنا تشغيل الرندر اهو ده الشكل بنفس النمط الاتي ده اهو موجود كده طيب انا كده عندي ده بقى الستنج بتاعت الايه المشهد المسائي بقى انا دلوقتي عندي الجزء اللي احنا هنبدأ ان احنا نشتغل عليه هيكون هو الايه البستبرو دكشن فانا هبدأ برضه ان انا اظبط دي كده الاوتبوت النهائي بتاعي برضه هعمل رندر اوتبوت هنا على 2000 وابدأ ان انا اسيب الشوت النية تراندر هيبدأ انهو في الاخر يدينا النتائج الاساسية اللي احنا عرضناها عندكه ده المشهد المسائي وفي نفس الوقت ده المشهد الصباحي ده بعد البوست بروداكشن قبل البوست بروداكشن هيكون بنفس الشكل الآتي ده كده هنبدأ نحن نتابع نشوف كل التفاصيل دي هنبدأ نحن نخدهم على الفوتوشوب دلوقتي المشاهد دي ونبدأ نحن نشوف الأجزاء اللي هنبدأ نحن نعملها على الفوتوشوب هتكون عاملة ازاي طيب أول شوت هنبدأ نحن نشتغل عليها هتكون هي الشوت بتاعة المشهد المسائي فأنا أول حاجة هتغط أضغط Ctrl Shift A عشان يبدأ نهو يفتح لي الكاميرا الرؤية وإننا أقرأ نحن أansing من دستجر وضغط camera r hu filter بحيث أنه يفتح لي نقصj الraw filter بنفس الشكل الآتي ده طيب وأنا هدأ نحدثت أن أضبط فيSHD بتاع الباكجراوند نفس الهما طلقاتي ده كده اهو. ابدأ ان انا اعمل كل اللي انا شايفه يكون مناسب عشان يخليلي المشهد بتاعي اه واقع اكتر كمشهد ايه اه مسائي اهو. كليرتي مسلا ممكن نزود التكستر شوية. الوايت بالانس زي ما انت شايفين اهو. ممكن احنا نقلله اهو. فزي ما انت شايفين اهو مسلا. وابدأ ان انا اضغط اوكي. ده التعديلات البسيطة اللي احنا عملناها. تعالوا بقى كده نرجع ان احنا نيجي على اه براشز. البراشز عندي فيها كلاودز جاهزة. فزي ما انت شايفين احنا نضيف. بس انا انا افضل ان احنا نضيف. كل حاجة في layer ايه اه يعني منفصل. انا خدت اللون اللي هو بتاع السحاب ده. وابدأ مثلا ان انا اضيف نفس الشكل ايتي ده كده. بحيس ان انا اوصل لشكل سحاب يكون ايه يعني ملائم. مع الباك دراوند هنا زي ما انت شايفين لا ده برضو مش مناسب للشكل. لأ. انا هكون محتاج حاجة بي. هنقلل مثلا كده اهو. مسلا بنفس الشكل ايتي ده كده. وممكن برضو ان انا ااخد درجة من درجات ال ايه الازرق. باعمل layer جديدة اهو كده مسلا. اهو. حيس ان ايه يكون جايب لي الجزئين دول ايه على بعض. وممكن برضو ان انا اجي اخلي جزء كده. ممكن اجي على السحاب دي بنفس الشكل ايتي. بحيس ان هي تديني ايه الاجزاء. برضو هاجي هنا فيه لاين يتكون. ال لاين ده انا عايز اخففه اكتر. ممكن احنا نخفف الايه. بنفس الشكل ايتي ده كده. طيب احنا عايزين نعمل بقى مون. مون لايت برضو ده موجود في الاسست بتاعت الايه. الاجزاء اللي موجودة عندي هنا دي كده. فانا ممكن استخدم لايت من طبعا بعمل layer جديدة عشان لحبيت ان انا اقعد في اي وقت يكون عندي الحرية بتاعت الايه. التعديل طيب. تعالوا بس كده نركز انا هنعمل ايه. ها بدأ ان انا اضغط نفس الشكل ايتي ده. لا انا مش عايزه بلون ايه. ازرع انا عايزه لون ايه. ابيض. وتأكد ان الاوباستي والفلو مية. ها بدأ ان انا اضغط بنفس الشكل ايتي ده كده. ولو انا جيت خدت منه نسخة فوقه. اهو. وهبدأ ان انا بس اقل الايه. الاوباستي دي شوية. بحيس ان انا كده خلاص بقى عندي الايه الجزء. انا عندي التو ليرز دول اهو. اقدر انا اصغر او اكبر الايه. المون لايت زي ما انا ايه شايف. نفس الشكل ايتي ده كده برضو ممكن احنا نكبر يضيف ايه. فانت على حسب برضو ما انت شايف المشهد بتاعك حاب ان انت تضيفها بانهي شكل تقدر ان احنا نضيف كل الايه. الاجزاء دي. وبرضو احنا ممكن احنا نيجي اه ندي يعني زي فوج. استعالوا بس نخلص الاول الايه الاضاءات. انا عملت درقتي. اللايتنينج ده للبر. لا. انا هدور مثلا كده الفوج ده برضو ممكن تكون من من الاجزاء الاخيرة. دي هنستخدمها في المشهد الايه الصواحي. برضو احنا ممكن احنا نبدأ ان احنا نشتغل عليها. لو عملتها في لير جديدة لوحدها. كده اوريكم شكل السن رايز زي ما انتم شايفين كده اهو. ايه طبعا كانت موجودة في الصورة اللي احنا بس انا شايف ان احنا ممكن احنا من استخدمهاش خالص. نتأكد كده ان اللير دي فاضية. هبدأ ان انا اخب بقى الايه. نفس الشكل الاتي ده كده عشان نعمل البول الايه. الاضاءة بتاعت الايه. البول نفسه. طيب. وهبدأ ان انا ريفليكت اهو. غيرت. الشكل. هبدأ ان انا ازود كده. خليها بعرض لشكل اهو. وفي نفس الوقت هخلي الزاوية بتاعتنا ايه? كده. بحيس انها تكون جاية مجسدة بشكل ايه? جاية بزاوية يعني اهو. هنخلي ده برضو فوق كده. وفي نفس النمط هنخلي ده ايه? وهبدأ ان انا اجي على الاوباستي. هقدر ان انا اقل الايه? الاوباستي. او ايه? ازودها بنفس الايه? بالشكل الاتي ده كده. وهبدأ ان انا اجي بقى على الاسبوتات دي اديها ريز. اللي هي مثلا تكون ايه بقى? ريز خفيفة مثلا زي دي. هعمل بس لير جديدة. ده ايه ممكن يكون من اللي موجودين? هاخد كده الاضاءة. لأ انا عايز واحد يعني يكون حجمه صغير اهو بنفس الشكل الاتي ده كده. هبدأ ان انا اعدله. ده ممكن احنا نضيفه فين على الاسبوتات اللي هي الهانجينج لامبس. نفس الشكل الاتي ده كده اهو. وممكن اخده من لير تي كده. كنترول. واصغر خالص. بحيث ان انا اضيف منها فين? لكل الايه? اللي سبوتات. ممكن برضو ان انا اجي اختار مثلا حاجة تانية مختلفة شوية. هعمل لير جديدة. عايزين نصغر الحجم اهو. كنترول تي. هبدأ ان انا اصغر ده نفس الشكل. هنا ده اللي سبوت. ادي اللي سبوت اهو. عملنا له ايه? اضاءة. بس الاضاءة هنا طبعا زي ما انشايفين شديدة قوي. انا عايز اصغر الجزء ايوه اللي طالع اللي طالع منه. وفي نفس الوقت اخلي التوزيع بتاعها اقاط اكبر. انا اضغط كنترول وببدأ ان انا اغير في البرسبكتف بتاعها بحيث ان انا ااخد الزوايا اللي انا ايه? عايزها. ممكن بقى ان انا اسيبها بالقوت الاضاءة دي بس طبعا عندي قوت اضاءة شديدة فانا هقلل وباستي بتاعتها اهو مثلا. كده. وهاخد منها كوبي كنترول تي. بحيث انت الدهالي في الاتجاه التاني اهو. هابدأ ان انا اضغط. هقف على الاتنين. حد ما اوصل لايه? يعني الاضاءة تكون مناسبة معي. يبقى بنفس الشكل اتي تا كده انا اضيفت الاجزاء. ممكن برضو نضيف للمون اضاءة طلعة منه. او ممكن احنا نبدأ ان احنا ايه? يعني نرفعه بنفس الشكل ايه? الاتي ده كده ما ننساش ان احنا نضيف لو فيه مثلا انا مغيرته من مكانه فزي ما انتوا شايفين الحواف فيها ايه? مربع من الاماكن اللي هو كموجود ايه? فيها. ممكن احنا نبدأ ان انا ااجي اهو كليك يمين مثلا كومبرتو سمارت اوبجيك وابدا ان انا ااجي على الاطراف دي اهو. لو انا مثلا عايز اغير مكانه خلاص مثلا كده. اهو. ممكن برضو في نفس الوقت نضيف يعني كم من لون الابيض هنا ونعمله من بلنديج مود بحيس ان احنا نغير يكون عندنا جزء ايه? اكتر للايه? للمنطقة دي. طيب. تاني حاجة بقى تعالوا بقى للمشهد ايه? المشهد الصباح. طيب. انا هاجي عند المشهد الصباح هفتح بقى فلتر بس هفتح حاجة اسمها نيت كوليكشن. كالر افكس برو فور. نيت كوليكشن دي اسيست او بلاجين بتركب على الفوتوشوب. تديني اسيست واسع جدا من الايه? من الايه? من الايديتينج نقدر نحنا نضيفها اه بنفس الايه? الشكل الاتي ده كده. طيب. تعالوا كده ناخد ميدنايت هيجيب لنا حاجات خاصة بالايه? بالميدنايت. فانا عايز اجرب اكتر من حاجة بحيس ان احنا هنشوف. انا هاجي عند الاركتكتر. القسم بتاع الاركتكتر. تعالوا كده نجرب ونشوف اسيست مختلفة. نشوف انهي اسيست ممكن مسلا ينفع معانا. اه. السان لايت زي ما انشايفين هنا مديني اديتينج حل. فانا ممكن انا اضغط له اوكي. هيبدأ ان هو يطبق. الاجزاء على الايه? على المشهد. ومن المشهد نقدر نحنا انه بعد نبدأ ان احنا نضيف الايه? التفاصيل اللي احنا محتاجين او الايديتينج اللي احنا محتاجين نحنا الايه? نضيف اه. فزي ما نشايفين اهو. خلى الاجزاء كده كأن الجزء بتاع نور الضوء ما اثر فيها. ده كده المشهد قبل وده كده المشهد ايه? بعد الايه? الايديتينج. فانا ممكن ناجي بقى على المشهد اللي بعد الايه? كنترول شفت ايه? او من الفلتر. وهزوج بس مسلا الكنترست شوية. حيث ان هو يبقى واضح اكتر. ممكن اللعن برضه في الستنج دي بس هو كده كده مديني يعني جزء كويس. اهو ممكن اقلل الويت. لا الشادوز. لا بالعكس انا عايز زود التكستر شوية. حيث ان هي برزلي بشكل اكتر او اقوى شوية. طيب. برضو هابدى ان انا اجي. بستعدوا بقى نشوف هنا بقى احنا ممكن نعمل ايه? فانا عندي بيردس مسلا طيور ان انا اقدر ان انا اضيفها. هاخد اي لون غامق مسلا من البلتة اللي موجودة هابدى ان انا انا اجي كده اهو. انا كده اضيفت على طول طيور للمشهد اقدر ان انا ايه? اصغرها. هاجي عند الاوباستي هقلل ايه? الاوباستي بتاعتهم شوية. فيه سراب تاني من الطيور ممكن انا اضيفه اهو. نفس الشكل الايه? الايه? الايتي ده كده. بس هنعمل افلير برضو الايه? لوحده. كده كده. فزي ما ان شايفين دين برضو من الاجزاء اللي هي ممكن ايه? اه تتعامل. طيب انا هبدأ بقى ان انا هنا بقى عايز اه لايتس اكتر. فانا هاجي هنا. نشوف بقى الصن الصن ريز بقى اللي موجودة. زي ما ان شايفين انا لو جيت هنا خط ابيض رحت جاي عامل كده هلاقي ان هو مديني ايه? اضاءة قوية جدا على الايه? اللي انا عملته اللي هو ده. انا ممكن اقللها بنفس الشكل ايتي ده كده. او نخليها يعني واسعة. ده برضو هيكون بيرجع لنا الجزء ده كله ان احنا نشوف هنعمل في ايه? اهو. ممكن نخلي اللايت ريز جاي مسلا كده. بس طبعا دي قوية جدا. يعني الاضاءة دي كاضاءة قوية جدا. فانا ممكن اقللها مسلا. نخليها مسلا عندي ستة وربيين. وبرضو في نفس الوقت تعالوا كده نشوف. يعني في نمازج كتير جدا من الاسست او بتاعت الاسست دي اللي نزلة. ده جزء من كورة شمسية اهو. مد اكسبوجر. هبدا ان انا اصغره. هبدأ ان انا احطه هنا. نفس الشكل ايه الاتي ده او ارجع كده. واختار مكانها من الاول تكون في المنطقة دي كده بالايه. تديني نفس النمط الاتي ده كده. طبعا احنا ممكن نعملها بالوان ايه? قريبة لضوء الشمس. فده برضو على حسب احنا حطينا لون قبي برضو بحيث نشوفوا الباك دي. اه بتاع ترشوب انا برضو هنزل لكم الاسم بتاع الباك في نهاية الفيديو. الباك دي من ضمنها نفس الحاجات لانتو زي ما انشوفتوها. اللي هي البردس الكلاودس مثلا المونلايت. اه الدوق في حاجات كتير جدا برضو بتصدقنا في الباست بروتكشن فهي برضو من التولز الكلاودس برضو. اه تعالوا كده اوريكوا تطبيق برضو ليها. اه. على الكلاودس. انا محتاجين تكون اهو انا ممكن اخد اي درجة من الدرجات زي ما انشوفين كده وراح جاي ضايف اهو. يبقى انا كده ضيفت ايه كلاودس طبعا كنترول زد انا عايز اخليها في لاير لوحدها. زي ما انشوفين تقدر من انت تتحكم في في الحجم وفي نفس الوقت انت كل ما انت بتغير زي ما انشوفين بتدي ايه اجزاء او كلاودس واقائية جدا. فانت تقدر من تستخدمها بدلا ما انت تتحمل بقى بي انجي كلاودس وتبدأ ان انت تضيفها للايه? للمشاهد ايه بتاعتك. تعالوا برضو نضيف هنا ممكن نضيف لايت ريز برضو. تعالوا كده ننزل. فبردو الحاجات دي بتسهل لنا امور كتير جدا واحنا شغالين. في الجزء بتاع الايه? البوست بروداكشن. انا هبدأ ان انا اضغط كده اهو. هبدأ ان انا اصغره. كده واحنا وهقلل الايه? بحس بس تديني ايه? يعني اجزاء بسيطة اهو اهو. اهو. ممكن نشيلها طبعا وممكن احنا مسلا نيجي عند اخرتات دول. نقللهم خالص. نحس بس ان ايه توضح لي ان فيه لس هتقضاء. فده برضو من ضمن الحاجات اللتي انت ممكن تعمله في البوست بروداكشن. لو احنا عايزين بقى نعملervedport بوداكشن. بابدأ ان انا ارجع على ال V-Ray. واخرج حاجة اسمه. رند. المينتس. بابدأ ان انا ااجي مسلا افتح كده. وااجي عند ال V-Ray وابدأ ان انا ااجي بقى لو انا بقى اعجز بقى اعمل dib incorporate هعمل الرندر ايه 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 المنس وابدأ ان انا ااخد رندر ايه من الاجزاء دي كلها من ضمن الحاجات اللي في الريل کرامس برضو هتلاقونا كلامنا عليه كتير كده في الكورس وفل ورش كتير في الاجزاء اللي فاتت إن انت تاخد أكتر من حاجة fibers الكماشة دي الواحدة هتقدر تحدد الكورس تقدر تحدد ما بين ال Starting واخله وماخيات كتير جدا زي الإضاءات في هاية كله يعني ايه. انت ممكن مثلا تحدد على الخامة دي مثلا محددة وتبدأ ان انت تغير فيها ممكن تحدد على الابجكت كله او الكتلة بتاعت 3D البلوك نفسه تبدأ ان انت ايه تغير فيه سواء تخليه اه واضح اكتر مشافي والكلام ده كله طبعا بقى كستمايز جدا ان انت لو انت مسلا الرندر ما زبطش عندك او حاس ان في مناطق اه محتاج ان انت تخليها اه فيها اقضاءة غمئة اكتر ده بيكون اكتر ان انت تستخدم الايه الى اجزائي احنا بس محتاجين ادتنج بسيط بالفوتوشوب واضافات ودي كانت اه باك برضو كنا حابين احنا نقرضها وتشوفوا الفيتشورز اللي موجودة فيها يعني بتساعدني بجيل دم في حاجات كتير بدلا انا زي ما قلنا اه نحمل حاجات اه 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 بي ان جي واشوفكو في باقي الورش ان شاء الله بلتوفي